هذا في تقديري من أنجح الاجتماعات ليس فقط بسبب الإعداد الجيد والممتاز والتعاون بين الجهات المصرية والجهاز البنك الإسلامي للتنمية لكن أيضا المواضيع وكثافة الحضور سواء من المحافظين أو المحافظين المناوبين أو رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي الحمد لله اجتماع مميز بكل المعايير حتى الحضور أكثر من 5000 سجلوا في الحضور لكن أيضا هذا اجتماع مميز لأنه نحن الآن انتهينا من الاجتماع الرئيسي وهناك اتفاق على تصدي للجوائح لأنه لم تعد جائحة واحدة يعني جوائح صارت تواجه المجتمعات واقتصادات دولنا كثير منها نصفها تقريبا في وضع اقتصادي صعب قبل حتى هذه الجوائح ولذلك كان في عزيمة كان في توجيه للإدارة أنها تدرس حلول سريعة لبعض هذه الأمور مثل موضوع الفجوة الغذائية الآن في المناطق الساحل في مناطق شرق أفريقيا في كل الدول التي تعاني من شحة الغذاء أو من ارتفاع أسعار الغذاء وهي في وضع أقل قدرة على المواجهة أيضا مسألة الاهتمام بالتعليم وتطوير الموارد البشرية لأن هذا هو التحدي الأكبر إذا عندك موارد بشري إذا لم تجد العمل المناسب فتصبح عبع على المجتمع فهذه أيضا ركز عليها المحافظون في مداخلاتهم وهذه تأخذ أبعاد كثيرة إن شاء الله بما فيها الاهتمام في موضوع سد الفجوة الرقمية التي عانت منها بعض المجتمعات خلال الفترة القادمة فنرجو إن شاء الله التوفيق للجميع وشكرا لكم لتواجدكم